السلام عليكم ورحمة الله اليوم سوف نرى كيف نغير المتاريال في الحوايث في الروف الأرضية نحن نضع المتاريال الحقيقية ويقوم بعمل الحسابة حقيقية ويقوم بعمل نارجي موداليك أول شيء نعمل هي نعمل السلكت عنصر الذي أريد أن أشتغل عليه ودخل اليدت طيب بدأ من الحسابات الناتك البروبرتس مثل هيد ترانسفيرت واليو والسيرمل والر والسيرمل ماس حسابات دي توقف على المتاريال وعلى سمك الحيطة وده كلها قدر أغيرها من الـ Structure هنا ده هنا الحوايط ده الـ Finish اللي بره وده Core وده الـ Finish ممكن أجي هنا بـ Review عشان أشوف الحيطة عملة ازاي شكلها عملة ازاي ممكن أقول له أنا أريد أن أرى بشكل دوت كل ما تعمل سلكت على العنصر هيبدأ يجبلك الشكل العنصر تقدر تضيف أي حاجة تقدر تضيف مثلا هنا مثلا الـ Finish وتقدر تديله الماترية اللي انت عايزها وتديله Sickness بلوجيت هنا مثلا على الـ Finish ويجب أن أغير الماترية اللي بتاعته تقليل بالك هنا R و Sermal Mass أولا ستجد الأركام بتاعتهما يتغير لما نتغير في الخصائص بلوجيت هنا في الماترية بلوجيت هنا السرمل في بعض الماترية اللي ممكن ما تلاقيش فيها السرمل فتدوس على العامة الزائد وتقدر تختار ربع عنصر لي وتعدل عليه إذا اخترت مثلا عنصر دوت في السرمل ستقدر تعدل فيه خلينا نختار مثلا نفس الماترية اللي كانت موجودة اليادية أقول له السرمل ستقدر تدخل رأي نفس القصائص الـ Behavior Sermal وهكذا تدخل المعنمات دي مزبوطة لو انت غيرت الماترية معنى كده اللي كل المعنمات دي اتغيرت فانت لازل تكون متأكد منها وكاتبها مظهورة وده للخصص الـ Physical وهنا ده Appearance Geographic مش هيأثر معي الشغل بتاعي وده الـ ID بتاعي طيب لو انت غيرت السرمل مثلا لحاجة تانية مثلا زي الـ Finish مثلا من أول دوت خلينا نختار حاجة تكون فيها سرمل جاهزة معنى انت اختارت المعنمات دي واختارت الحاجة المزبوطة ان القيم دي هتتغير معاك وكان برضو اللي بره هتتغير معاك فانت ممكن تعمل محكاية اناليسة زي ما نشوف دلوقتي بألقاب معينة بمتارية معينة بسمك معينة وهلكها تعملها تاني فهو يقدر يقولك الفروب بين المرة الاولية ايه والمرة التانية ايه اوكي هاجب بعد كده عند الاناليسيس اول حاجة لازم اعملها الـ Location تقدر تغيرها من اختر مكان بس واحدة هنا لأهميتها في الموضوع لان لو الممنى بالخامات دي موجود في مصر ده جو مصر غير جو امريكا غير جو قطر بغيفة طبعا فانت تيجي هنا تقدر تكتب المكان اللي انت موجود فيه او المشروع موجود فيه بطولة search بقولك احنا عندنا تنكايرو بطولة لا اكار بتاعيتنا مش كارب بتاعكو او ممكن تختار اسلوب تاني default set list بيجيب لك default قائمة كده تختار منها هقول له اوكي وبعد كده وبعد كده هقول له create energy model بطولة كده بطولة كده تتعمل كده دي الوقت هياخد وقت تقريبا بياخد 3 دقيقة تقريبا حسب الجاسب احنا تضع ثم بده اعمل الانيرجي model generate يقولك update الانيرجي analysis model اعمل الانيرجي اعمل الانيرجي اعمل الانيرجي start energy simulation هيرفع المودل على الموقع وبعد كده اجيب لك report بالتحليل الموقع البروضع الحالي اعمل الانيرجي اعمل الانيرجي الانيرجي